على المواد وتسجيلها القسم الثاني عبارة عن الموقع واخد تحديث نزل فخلونا نجد بالموضوع الغير مهم نوعما له تحديث الموقع بحكم انه يعني في ناس لست ما بعد تخالوا معنا فنعطي مجال بسيط لهم يعني دقيقة وديكتين طيب بالنسبة لي التحديث اللي صنزل هو عبارة عن إعادة هيكل للموقع بعد هيكل فلون بكل بساطة تغيير ترتيب الروابط وطريقة عرضها فلو لاحظتم كل الأشياء التي تبع الجامعة ندرجة تحت أيقونة واحدة ويسمع الجامعة بعدما كانت أول متفرقة بحيث أعطي مساحة للقسم الجديد وهو قسم ما بعد ذلك التخرج اللي هو يتكلم عن التوظيف ابتداء من السيرة الذاتية بتجهيز مقابلات حساب لينكدين توصيات إلى آخره وفي صفحات إن شاء الله بتضاف قريبا زي الكابر اللي تر وغيرها بحيث أنها تكون مرجع من لاحظة دخولك للجامعة أو خلنا نقول من لاحظة اختيارك هنسة كورية الهنسة إلى أن تمسك أول وظيفة بإذن الله هذا بالنسبة للتحديث الجديد معظم مكان عن ما بعد التخرج طبعا للي يريد التفصيل بالضبط يروح لأرشيف التحديثات ويشوف بالضبط وش كان التحديث 16 يتكلم عنه وبس عليه إن شاء الله التحديث الجاي بعد كم شهر بيكون إن شاء الله تصفية وتنقيه لغوي واملائي للموقع بإضافة إلى صفحة أو صفحتين جديدة مع إضافات بيجيسار وإذا في أي اختراحات من عندكم حياكم الله عن طريق رابط اختراحات الشكاوة أو حتى تعرف الواس من المشكلة يعني نتقبل كل وبس أفترض أن هذا الجزء الثاني خلص نروح للجزء الأول اللي توقع كلكم جيد عشانا ما دي صراحة إذا بيجي أحد زيادة أو لا لكن بخير وبركة في الحاضرين طيب بالنسبة للموضوع حق المواد وتنزيلها وتسجيلها إلى آخره أروح ما سمول يا مهندس أي مهندس كويس طيب بالنسبة لتنزيل المواد زي ما تبعارفين مواد الأربعمية تختلف عن اللي قبلها من ناحية لأنها ما تصارت عندك خطة واضحة وعندك مواد كثيرة تختار من بينها طيب ما رح أدخل مقدمات التفاصيل أكثر من كذا نخشف الموضوع على سريع طيب اختيار مواد حق الأربعمية تعتمد على حاجتين والآن صرف على ثلاث حاجات مع تحويل الدزاين جروب بدل ما كانت المسهارات الحاجة الأولى المعرفة أنت وش تبي تعارف وش تبي تدرس وش اللي تحبه وش اللي أنت تبي بعدين تشتغل فيه طبعاً هذا كل معيار الأساسي اللي تختار بناء عليه فعلى سبيل المثال أنت تبي تشتغل مثلاً في شركة X شركة X وش مجالها؟ والله خلنا نفتغل مجالها شبكات إذا فأنا أخذ كورس الشبكات أخذ الكورسات اللي تدعم الكورس هذا بحيث لما أجي أقدم على الشركة X هذه أقولوا ما ترى عندي الكورس فلاني كورس فلاني كورس فلاني كورس فلاني وكورس فلاني كورس فلاني كورس فلاني كورس فلاني كورس ومجال بحيث أن تقول هذا الوظيف من غيري طبعاً ما هو شغل أن تقوله كده بالحرف وإنما بعضها بالسي في وضعك لها بالسي في إن شاء الله بتكون واضحة اللي تقدم عليه طيب نجي حين لسالفة الطريقة الثانية لاختيار إذا أنا والله ما أنا مرة مهتم بالضبط في أي مجال ما لقيت سديري ما لقيت المايكات يا شباب ما لقيت ستجد المواد يكتب المواد ايكس بالنسبه لي تابها وبالنسبه لي جحيم أو العكس صحيح فعليه اساس تختارها تشوف فيقل الماده نفسها والأغلبية ووش تقول عنها وبنفس الوقت تاخذ نظرة على موضوعات الماده فعلى سبيل المثال للحصر لو أحد يكره الرياضيات على سبيل المثال بس وما يحبها فالتشفير ما رح تكون أبدا خيار مناسب له لأنها بيورما بينما شخص يستمتع برياضيات ومهتم شوي في المجال تعتبر المادة من أمتع المواد على الرغم هنا غتيتها في كل الحالتين لكن لما تكون مستمتع تحس المادة أيسر وأسهل لك فهذا هو المعيار الثاني بكل بساطة وهو ثل أو خفة المادة في مواد الكلي يتفقنها سهلة وخفيفة وفي مواد الكلي يتفقنها ثقيلة بغض النظر عن اتفاق مع الصعب والإخلاء وهذا بالنسبة مهندس الصوت الظاهر عندك صار ميوت فعلا مادري كيف صار ميوت وين وقفت فيه كانت توقتي تتكلم عن بعض المواد تكون كالجحيم بالنسبة للبعض وبعض الآخر لا أه أوكي حلوين طيب فغلت تلك طبين شخص للشخص تختلف طبعية أو صعوبة ما الاستهل هذه الغضوية على سبيل المثال، حصل الحصر لكن بالنسبة للي مستمتع فالمادة بتروح عليه بالنسبة للي ممستمتع فبيعبرنا نزل المادة الغلط وبيندم طول الترم تقريبا من قولة الكربل بيتي لكن الكل بيقدر يطلع بدرجة هيدا شد حالة فهذا هو المعيار الثاني اللي هو الثقل وخفة المادة طبعا في مواد تنزلها كتضيع وقت كسهولة بحيث انها مثلا منزل مثلا مشروع تقيل مواد ثقيلة وبقي لك مادة في حالة تختار مادة خفيفة الكل متفق على خفتها وشهولتها بحيث انها ما تأكل عليك شي من الوقت على سبيل المثال 44-49 وغيرها من المواد الثانية اللي الكل يتفق انها مادة خفيفة 3-4 مثلا على سبيل المثال الكل يتفق انها مادة خفيفة بغضل نظر عن اتفاقهم عن تصريحي الدكتور أو غيرها بس الكل متفق انها مادة خفيفة ولا تأخذ شي من الترم فتعتبر الخيار جيد للي بقريد بدون تعب فهذه الخيار هذا المعيار الثاني المعيار الثاث الوقت الوقت مثلا انا ابي مادة X و Y و Z تمام ابي ثاث موادي فانا اذا نزلت ثاث مواد هذه انا حين احتاج مادتين زيادة اختارها ليه اختارها بناء عليش والله اشوفش المواد الباقيها المتاحة بجد ولا يقدر نزلها فألاحظ ان عندي ان حصلت المواد ما بين 2-3 ابدأ اقارب بينها بالمعيارين الاولات اللي كانت معي طبعا في معايير ثانوية زي مثلا ان المادة منزلت من قبل او دكتور جديد الى اخره وفي هذه الحالة لك انك تمشي بحسب الموضوع اذا انت مهتم فيه او انك تخاطر وتجرب بعض احيان وفي الغالب الامانة في قسمنا يطع دكتور عسل وما حديننا بالموضوع لكن احيانا قليلة تصير العكس واحيانا قليلة جدا عندنا بذات تقصر عن زكار باير ان كل من دخل كان عسل حتى في ناس مشهورين انهم متعاونين وكذا بس اول ما دخلوا كانوا متعاونين اكثر من دون تسمية اسمها صراحة فس في ناس انتصدمت فيهم لكن زي ما قلت هذه الخيارات المتاحة لك طيب في خيار ايه مو بخيار في شي حدك اساسا الجامعة تطرح عدد مقررات وهذه معلومة على الشريع كذا في حالة نزل مقرر اكس مقرر اكس هذا ما نسجل فيه لأربع طلاب أو خمش طلاب في نهاية التسليل تحدى في الشعبة ويعطى الطالب خيارات مثلا يقول لك والله ان احذفنا لك الشعبة لان ما فيه طلاب وعاد يعني كفاية فاختر ما بين المادة الفلانية والمادة الفلانية واحيانا نادرة يصير لا اوكي قبلت لكن بعد اسبوع اسبوع انت تكنسل وهذه مرة نادرة يعني ما قد صارت على حد علمي خلال السنوات الماضية الخمس غير مرة واحدة وهذه مرة صادفتني فيها الأمانة يعني وممكن نقول قصتها فيما بعد يعني لكن فالمخصر مفيد نخيرانا بين مادتين وأختارنا واحدة طبعا كل طالب يخير وليس ان الجماعة يالله تتفق على مادة وكل الشخص بناء الاختيار يروح لمادة اللي اختارها وزي ما قلت هذه نسبة مرة ضعيفة أحيانا برضو قد تنزل مواد اللي صارت سنة هذه اللي يتواصل المسجل يقول والله ترى المادة فلانية ممكن تنزل من اللي بيسجل فيها فالكل يقع اسمع ويشوف إذا والله العدد كافي والدكتور عدد ساعات متوفر خلاص نمتع الشعبة لا أيضا في مواد ما تنزل أصلا لا ترم أول أو مواد ما تنزل لا ترم ثاني أم مواد أصلا ما تنزل خير شر لعدم وجد كادر لها فهذا برضو قد يحد من بعض المواد فعلى سبيل المثال للحصر الذكاء الاصطناعي ما كانت تنزل في كليتنا كان اللي بيها يروح يدرسها في كليت الحاسب ويجي عادلها في القسم لكن الآن سمعت أنها نزلت فالله يسهل ويعين وإن شاء الله عاد تستمر نازله في مواد جدا جميلة بس للأسف منعنا عنها أنها ما كانت تنزل ما كان لها دكاثرة أو كانت دكاثرتها ما يقدرون يغطون ما يقدرون يوزنون بينها وبين مواد ثانية فهذا هو الموضوع بكل اختصار أتمنى أني أجزت وفيت إذا في أي استفسارات نفتح المجال أولا ما نفتح المجال ما عليش ملاحظة سريع أنا كيف اخترت موادي والله صرت كل مواد القسم كل المسال حطيتك الداني ورقة صفيت شو المواد اللي أنا ما بيها أصلا خير شر طلعت معي قائمة شفت شو اللي ينزل وشو اللي ما ينزل طلعتها منها بعد كذا بقت معي مواد بعدودة البقيعات صفيتها بحسب وش اللي نازل الترم الأول وش اللي ناسبني وقته ومشيت بهذا المعيار ملاحظة أيضافية أيضا حتى لو نكت مستوى الثامن تقدر تنزل مواد 400 إذا عدد الساعات قليل إذا متأخر في مادة مثلا زي 301 أخرتك سبع ساعات أفواً فتقدر تنزل مواد 400 بس عن طريق سمر وبالنسبة للتسليل البوابة في النظام الجديد بس هذا يطبق الحين تجريبي لكلية العلوم فما أنا صلاحنا فيه التسليل عن طريق البوابة ما نفعل سمر ومعلمة طريفة سمر ترى بده في كلية الهندسة فقط بدين بدي يتوسع توسع 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 ومعلمة شمل الجامعة وبس ندخل فوق الناس إله وحياكم الله طيب يا شباب اللي حاب يسأل يتفضل لا عندي شؤال تفضل زاد فضلك الدكاترا خدتم بين الاعتبار لما سويت القائمة حق الأربعمية القائمة المبدئية لا ما كان عندي أي اعتبار الدكاترا كنت مهتم بالمادة والشي هل أنا مستمتع هل أنا باهتم فيها ولا لا بعد كذا زي ما قلتك صفيت 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 لما بقى معي قائمة معدودة هذاك الوقت بديت أشوف الدكاترا من عشان أقدر أصفي زيادة مهما كانت المادة ممتعة إذا كان الدكتور يدرسها مشغل أبود أو مماطيها حقها فبطبيعة الحال ما راح نزلها شكرا العافو صح ملاحظة بسيطة في بعض في مادة بكارها كنا بتدرسها وراح نكلمنا رئيس القسم وكلمنا الدكتور عشان نغيره وبالفعل غيرناها وفضناها مع الدكتور اللي كنا نبيه فتغير الدكتور ممكن بس صعب شوي لسئلة الثانية فضل وشابري حابي أسأل المجال مفتوح طيب يا مهندس في سؤال بس بسيط طيب الآن مثلا مادة أنت قلت فاضلا مواد ممكن أنها ما تنزل خال ترم أو يكون ضيق في الدكاتورة والأمور هذه بالغالب يعني الموضوع هذا بيكون ترم ترمين بالكثير على نفس المادة لكن ما راح يكمل ثلاثة الرم كاملة صحيح؟ بمعنى لو ما أخذها مستوى ثامن ممكن ينزلها تاسع وكذا يعني مادة معينة كذا خلنا نقول مثلا مادة على زي المثال ثلاثة أربعة هي تنزل ترم ثاني لكن هل تنزل ترم أول؟ لأصل لا لأنه دائما تنزل ثاني هل ممكن تنزل ترم أول بعدين؟ أي ممكن يتغير الدكتور أو شيء بالنسبة للمواد اللي ما كانت تنزل ما كانت تنزل لأنه ما في دكاتة يدرسونها فإذا جاء الدكتور جديد طبيعي بتفتح مواد جديدة أو يتغير هيكلة القسم يتغير رئيس القسم بصار مدر منه فترك المادة حقته ورئيس القسم القديم فمسك مادته وهكذا يعني وحيانا يكون ماسكة واحد ثالث فيصر فيه شفت كده في دكاترة تمام تمام دكال هافي هل سعني شوال إذا سمعت؟ توضل مادة 204 كهر الآن في الخطة الجديدة موجودة في المستوى السادس جميل إذا رحلتها للمستوى الثامن المستوى الثامن فيه 10 ساعات مواد 400 وفيهما ساعتين سلم وساعتين مادة حرة أنا مخلص السلم والمواد الحرة هل بتأثر بتضغط على مواد 400 أم لا؟ مو بعلى كل حال على حسب الأربع عملة إذا تمنزلها إذا تمنزل مواد سقيلة أي بتضغطها إذا تمنزل مواد خفيفة لا جميل شكرا لعفو عندي سؤال تفضل الحين أنا منزل مواد ثلاث مواد 400 في الاتصالات ومادة كنترول ومنزل إدارة الهندس المشاريع وسلم هل هذا دخط ثلاث مواد اتصالات وإدارة وسلم إيه ومادة كهر عام اللي هو كنترول 350 آه و350 آه مقبول طبعا الكهر اللي في اتصالات كلها متوسطة ولا في شيء منها ضغط آه ممكن مادة بس إيه لا أنا مقبول أجل الإدارة فيها ضغط أو عادي والله يتعد منها حسب الدكتور يدارسك الصراحة أكون صرح معك يعني الاختبارات طبعا موحدة تصحيحك الدكتور وتصحيحها آه لكن فيه دكاترة يشرحون لك المادة بشكل سالس وسهل زي مثلا عبدالله حسن محسن وفيه دكاترة يكرهونك بنفسك زي ابن وعله آه طبعا هذا على وقت يا أول ما جاء وكانت تغير ما أدري صراحة طب ودكتور صعد إبراهيم ما أدري والله والله يكون صرح معك أنا معارف غير ذوي الثنين لأنني هجيت من هذا ورحت الثاء آه فهذا اللي كان صاير يعني الصراحة درست مع هذا أول أسبوع ثمان آه حربت فراري من الأسد طبعا طبعا دك جفير ها هو إياك مانس عبدالله حسن سلام سلام والله يتكلم آف دك الله من ناحية المادة 320 مع معملها هذا الجزيد 302 ومعمل 351 والمعمل حقها 356 هل إذا جمعتها يعني هذه صارت ثمان ساعات لأني متأخر في 301 هذي ثمان ساعات هل هي معقولة إذا زودت عليها من مواد الأربعمية والله في تنسبة المعمل في المنسبة المعمل 302 هذا الجزيد ما أقدر أو ما أدرست عارفا فما أقدر أفتيك فيه لكن 320 مع 350 صح 351 نعم ايه ومعملها ومادة 400 لا أشوفها عادي مقبول يعني لو بتضيف مادة 400 وسلم مقبولة السلم خلصة يعني لو بتضيف مادتين 400 أو إدارة على حسب لا لا لو بتضيف إذا عندك اقتصاد ما خلصته مع مادة 400 وبشرط أن مادة 400 ما تكون في كيلة يعني تكون متوسطة إلا سهلة جميل أشوفها شي مقبول يعني الله يتكلم وياك أنا عندي سواء المهندس بعد ذلك أبطل أزاد حضلك ينظر للسجل الأكاديمي بالوظيفة بناء على المواد يعني هل ينظر للمواد اللي أنا ما أخذها ولا ينظر للتخصص الدقيق فقط أول شيء عشانتكم بالصورة في الوثيقة ما يطلع فيها التخصص الدقيق يطلع فيها بس هندسكة أربائية بالنسبة للسجل الأكاديمي عادة ما يطلب أول تقديم فبالتالي ما أحد ينظره إلا إذا عند كاتب المواد أو كاتب تخصص الدقيق في السيرة حقيقة صاراتهم عادة بس اللي يكتبون مسارهم الدقيق في السيرة الذاتية لكن بالنسبة للسجل الأكاديمي تقريباً في معظم المقابلات بيطلب منك أن تجيب نسخة من السجل الأكاديمي بحيث تسأل فيه طبعاً عادة بس بشوفهم منش أسماء المواد اللي انتخذتها فإذا انت ببور بيسرونك مثلاً على التحليل بحكموا نمات أساسية وبشوفهم باقي المواد يعني ممكن يسألك سؤالس وآلين من يسار فقط لا غير يعني يا تكتر عافية وياك مهندس قلتي إذا أنت باور بيسألوا لأي مادة بالضبط تحليل أربعة أربعة واحد أصلاً بغض النظر أنت وريتهم ستللة كاديمة ولا لا في كل مقابلات الباور تقريباً تسعت سين بالمئة منها ونح تنسأل أسئلة من أربعة أربعة واحد جميل جداً يعطيك أرفع فيه من هذا المنبر قولك أي مهندس باور لازم يكون ماخد المادة لك أربعة أربعة واحد نعم نعم عندي سؤال بخصوص مواد السلام في بعض الأحياني يعني بشيلون اسم الدكتور يحطه لم يحدد فما أدري يعني متى يظهر الدكتور الجديد يعني والله أحيان يظهر وحيان ما يظهر أخوك فأذكر على زي مثال في العرب عربية ثلاثة كان لم يحدد راح تحضر ثالي أسبوع حسيت أني داخل مع الدكتور غلط حولت لم يحدد ثاني وحمد الله قطعت معه كويس إليه ما نهيت الترمو هو لم يحدد فأحيانا تتحدث أحيانا لا فإذا أول أسبوع لسه مبعد راح راح أحضر مع الدكتور وشوف شواء وضعه أو راح مع الدكاتر المعروفين أمورهم سمحة كمان شكرا جزيلا ما عندس في سؤال بس في التعليقات يسألك إذا عندك خلفية عن موضوع المستوى الصفري وهل يؤثر على تأخير موادها والله ما عندي خلفية لنا مع الخطة الجديدة فللأمانة ما عندي خلفية لأكن أتوقع أن البقصود فيه السابع ما تحت أتوقع على العلم من دلله لو يتاكد الموقع الكلية بيكون أفضل طبعا ممكن مستقبلا أقرأ عنه أبحث وشوفش قصة وأسأل وألخص المعلمات في الموقع ممكن وفي أي أحد يحب يساعد أحياء الله عندس تم عندس سؤال أنا منزل الترم ده مادتين إلكترونيات وطبعا المادتين ليهم معمل بس المعمل هي خليل الترمي قالي أنه عندي معملين لو الترمي 36 و 56 و 58 و 50 إذا دزلت مع عمل ثالث حس أنه يكون ضغط عليه حيكون ضغطي فأنا عندي المسموح ثلاث ساعات معامل ankhtairية فأنا عندي ثلاث ساعات معامل ankhtairية مسموح أنë أنزل حسنا فأنا بنزل معامل ربعمية و 2 أو ربعمية و 6 وبقالي معامل ساعة واحدة ففي طبعا ما ينفerش أن نزل معامل قوة لأن معامل قوة هيكون ساعتين فهيكون 4 ساعات أنا مسومح ثلاث ساعات فأنا مخير بين يعني معامل ال 컨طرول وممكن أتوقع معمل control بس معمل control ومعمل logic design فغالبا يعني من الأسهل يعني والله يكون صرح معك في وقتنا ما كان إلزامي ولا وقت الدفع لبعدي فما عندي خلفية صراحة أنا عرفني لازم في الساعات بس أحيانا يكون فيه تساهل فأتأكد من مسجل القسم هل ممكن أن تأخذ معمل بساعتين أو أنك تأخذ ساعتين معمل بس والساعة تأخذ مجمع المواد بحيث أنك تأخذ زيادة ساعة المواد أنا أتأكد من المشرف في هذه النقطة لأن أحيانا يكون فيه تجاوز قديمة نتكلم كان يكون فيه تجاوز أنه مثلا والله خلصت مثلا 5 ساعات بدل ما يزد وساعة تحطها على 17 تصير 18 فهذه الخطة القديمة 17 ساعة المواد من داخل مسارك و6 من بره مسارك فأحيانا يكون فيه تجاوز فأتأكد هل التجاوز هذا لا زال موجود ولا لا إذا لا زال موجود فأخلص تأخذ مادة وتستغني عن معمل اللي فعليا ما تحتاجه إذا لا والله تجاوز هذا موجود ففي هذا الحالة ممكن تأخذ ممكن تبحث عن معملين هذا وش قصة وذا وش قصة وبناء على ذلك تحكم أو أنك تأخذ معمل ساعتين وتأخذ معمل ساعة واحد منهم برضو خيار موجود ولكن إذا أخذت ساعتين مش هأخذ معمل مثلاً اللي هو الانتغرات السيكت وانتغرات السيكت عندي مادة أساسية في الإلكترونية يعني عندي ربعمائة واثنين ولو معمل أساسيات الدولة الإلكترونية ومعبر ربعمائة وست فكده ساعة وصاعة ساعة كلها على ساعة آه كلها على ساعة فأنا بقى إلي ساعة واحدة ما يجعل شف إذا يمدك تأخذ معمل ساعتين ولا شف الساعة هذه أو الساعة ذي وقارن بينهم وفتر لي ناكد وفتر لي ناكد كاودي أفيدك أكثر من كذا بس عاد للأمانة ما يحضروا من المعامل الآن بدأت المعامل لبارة مصاري ما تحضرني حقيقة ثم أتوقع أن يكاسب شيئاً في الموقع فممكن لطب السياد في ذلك أو يتوقع في المسار بدا تحقين السنة الماضية فقابة هذا كلها أصم تأكد مع المساعة هل يتنزل الساعة الباقية هذه مع المواد أو لا؟ تمام بتوفيك مهندس فيه بس شويش بسيط بصوتك إذا أوكي أزالة تشويش؟ اي لا لا بمتازلا حلوين مهندس أنا عندي سؤال ممكن يكون مو بتدعي شويتين بس وش أفضل تسلسل ممكن اللي أمشي عليه في المذاكرة يعني هل أقدم السلايدات ولا أقدم الكتاب ولا؟ وش اللي مغروض إنه نمشي عليه بالوقت؟ ما عليش بس تقدم معناها تقدم إيش بالضبط مقصدين هل أحط اعتمادي الكامل على الكتاب واللي دايما أحط خياري الأول في المذاكرة مباشرة؟ أو اللي أراجع السلايدات بعدين أمر على الكتاب وبالتسلسل ذا يعني؟ أوكي طبعا لكل ماد نظام يعني عشانك أصرح معك في مواد كتابها ما يوقع العيش وفي مواد لا كتابها جيدة كتابه ممتاز بالعكس ويعتبر مرجع أساسي في المذاكرة مثلا زي بعتك بعض المواد اللي أنا حسيت أن فعلا كتابها يستحق أن يدرس أو يعني ممتاز حق أن يدرس بسي إنقلس أن يعتبر مرجع أساسي لو أخذت الحالة كفاك 3213 اللي هو 233 الآن كان كتابها جدا جبار 340 برضو كان كتابها جبار بس فيه شوية تفاصيل زيادة يعني البروتكشن اللي هي 449 كان كتابها جبار وكان هو أصلا مرجع الأساسي اللي أنا في المذاكرة هذه الثلاث مواد اللي أذكرني فعلا أعتمدت على الكتاب وكنت أجيبه معي بشكل يومي يعني كل محاضرة أجيبه باقي المواد كان اعتمادي الأساسي على كتابة الدكتوروس السابقة بالإضافة إلى مرجع إضافي في حالة أني ولا ما فهمت شيء الكتاب أو سليدات طبعا لما أقول كتابة فأنا أكدت كتابة على سليدات بالمناسبة في معظم الحياة يعني طبعا في اسلوب المذاكرة أفضل اسلوب أبعطك يا الآن بس أني أياكل وقت شويتين اللي هو لما تأخذ المحاضرة تصير كتابة مع الدكتور شيء إذا رجعت البيت تلخص الشيء هذا وتحفظه عندك وتحل جميع الأمثلة حق الدرس اللي عادتا بتحصلها مثلا في 211 مطيف ورقة أنا أحدد لك أمثلة وراء في الإكسرسايز إذا ما أحددها فتروح تمسك الأمثلة اللي على الدرس وتقد تحلها كلها وقبل الاختبار بكم يوم يومين ثلاثة سنقول أمسك بس لأوراق اللي أنت لخصتها أقراها أفهمها راجعها وحل سابقة إذا حسيتنا أشكال عليك شيء حدد دروس اللي أشكالت عليك ورجع ذاكرها تقريبا معظم مواد اللي تبعت في هذا الأسلوب طرعت بقريد A plus A ومعظم اللي أنا أعرفهم بتبعوه طلعوا بقريدات مشابهة لكن زي ما قلت لك هذا متحب وورك المادة ينطبق عليها يعني في مواد مناسب لهذا الأسلوب مرة اللي هي المواد الدسمة ثقيلة لأنها عادتا يكون المرهج مرة طويل فلما تجي في الاختبار يبيدك قبلها أسبوع عشان تحضر له بينما لو أنك ملخص ونشتغل أول بول ما يبيدك أكثر من يومين أو ثلاثة عشان تجهز لها بينما في مواد تانية اللي بيوم الاختبار الحرفيين أذكرها ومشي زي مثلا السلم وزي ثافة أربعات وغيرها ما المواد اللي أصل منهج كلين بيك تخلصها في الاختبار ما أدري إذا كانت إجابة يعني كويسة ولا شي بس ما هذه نعم بما أنك مهندس طريته ثلاثمائة وربعين وش نذاكر منه في ثلاثمائة وربعين ثلاثمائة وعشرين ثلاثمائة وثلاثين طيب بالنسبة لثلاثمائة ورقين أسهل إجابة من الحياة شوف تبيد ذاك الاختبار والذي تبيد ذاك الفهم أبيهم كلهم فهم الكتاب اختبار سابقة لأنها شوف إذا كانت ما تغيرت عنها فالسابقة كويسة لأننا كنوا ناضحين صحيحين مع بعض يعني إذا تغيرت تغيرت الأرقام أو سؤال واحد في الورقية كلها فطولا يعني تأخذ مثلا يأخذك السؤال الأول من نموذج سنة كذا والسؤال الثاني من نموذج سنة كذا بس أنت أصلا مفصص كل السنوات وبالتالي عارف كل لازل اللي ممكن تجيك فتحل هذه الحلاوة لكن إذا جاءك سؤال غدرة كذا فهنا لي مفاهم بحل لي مفاهم بيتركها أبيض أو بشوية شيخها بيت هاي ثلاثمائة وربعين الحمد لله ثلاثمائة وعشرين للأمان أنا شهادت فيها مجروحة بحكم لتدرسها مع الحارثي لكن أنا هذه الحارثي حقيقة يعني احتاج الحارثي بسمعات السابقة حارثي بصيف يعني شاهد المصدر الأساسي فيها سلايدات السلايدات الصراحة كانت شافية وكافية في واحد من زملائنا رائعك الله بالخير سلمان مؤمن مجمع سلايدات طبيعي شيء ومضيف عليها شوية ملاحظات ومنزلها فعثنا بتكون مرجع كويس بالإضافة للسابقة طبعا السابقة هذه بالنسبة تسعة سعين بالمية مفيدة حمدرها هذا بالنسبة لي ثلاثمائة وعشرين نرجي الآن ثلاثمائة وثلاثين ثلاثمائة وثلاثين أفضل مرجع لها يا طوير العمر والسلامة والله يشوف هي فيها مرجعين المرجع الأول كان سابقا ممتاز الآن ظهرنا صار مع اللفة اللي هو مذكة الغانم كانت جيدة إلا إما بدأ على ترمنا تقريبا بدأوا يجبوا ناس لك ذا برأة أو شاطحة شويتين أو تتلع الفهم فا... مم بعدها أصبح العثمائة أكثر شي على الملاحظات التي تكتبها لأن كتاب المادة شويتين يوجد كثاب مجاتب ولا هناك سلائدات فما الإلك اللي تكتبها معا سواء يا سين أو العورة يا سين طبعا إما اللي يستفعوه فلو تكتب معا والذك اللي كتبته فإن شاء الله المركع سليم العورة ما يكتب شيء لكن أي شيء يكتبه يعتبر شيء قيم بالذات الرسمات وأيضاً في هذه المادة بالذات لا تعتبر أن الأسئلة مشتركة لأن أحياناً قد يتغير سؤال أو سؤالين بالمداد أو الفاينل يفرق بينك وبين اللي في الشعب الثاني أحياناً لو قد صارت بالمناسبة يعني في ترملة رامب ترملة رامب ترملة رامب كان العولة وياسين هم درسون المادة بس والسؤال الخير والفاينل كان مختلف طلاب العولة جاهم رسمه وطلاب ياسين جاهم مسألة طبعاً العولة وقف في درس معين ياسين قده بكم درس فياسين جاب مسألة من الكم درس اللي بعدها والعولة جاب آخر درس تراحة ولك تتخيل الفرق يعني أو بمعسبة الرسم كانت مرتفة شكراً العولة من القلب يعني على السؤال البونس اللي جاهم في الخير وأحسن العازي والتحاني للأخوة الاندياسين على سؤال مسألة جاهم طبعاً سابقة لا يستغنى عليها بالنسبة لي في بعض المواد يعني بتحتوي نظر وعمل يعني مثلاً في مواد بيجي فيها نظر كتير وبيجي فيها بردو المسائل يعني كتير مثلاً زي في مرة 320 كان جميل على الفاين 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 الفا عادة بيجيب أسئلة وكده جابون لها تاريباً تلات أسئلة نظرية ففي تشتت بيحصال في المذاكرة فلو تعرف كده في المذاكرة للمذاكرة كده اللي بتحقيق على شكلين قد كانت مادة فاين؟ نعم ماقت بسألك المادة اشكاهاها زي32 في السنة أنا خلصت 320 أما كي مثلاً في مواد ربعمية وكده ممكن يتقي لي بعض المواد بيجي فيها نظر وفيها بسائل زي طريقة مذاكرة بذاتها من بيحصال تشتت أحاول طريقة المذاكرة في مثل هذه المواد أنا بالنسبة لي أكون صحيح معك أنا بالنسبة لي أعتمد على نظري أو شيء أحاول أفهمه فأثناء الدراسة نفسها إذا كانت مادة فقيرة ومريانة نظري أثناء الدراسة أحاول أفهمها مو بأحفظها كفهم وأحفظ بس اللي موجود في السابقة هو اللي يعني فوق الفهم أحاول أحفظ شويتين منه شويتين من المين شويتين ميسار وإذا جاء في الاختبار حطيت كل اللي عرفه وبدأت أألف من الكيس وإذا كان فيه أي رسومات تدعم الشيء أنا جيد في الذاكرة مع الرسم فأرسم أرسم أي شيء أي خطوط أي شيء شفت وأنا ذاكر وهذا بالمناسبة أحد الأشياء اللي مشتني فيه 213 أن كل شيء عرفت كتابة كتبت ما عرفت كتابة كتبت قانون ما عرفت كتابة قانون رسمت الرسمة ويالله الحمد فهذا من ناحتي النظري خلصناه اللي هو زي ما قلت لك تفهم قد ما تقدر أثناء الدراسة نفسها مو قبل الاختبار بيوم قبل الاختبار بيوم أو مو بيوم يعني بالحرف بس بما معناه تحفظ اللي موجود في السابقة كنظري المساء العاد زي أي مسألة زي أي شيء ثاني لازم تدرب تحل مسألة مسألتين ثلاث أربع وتسلك معك مدري ممكن تكون الإجابة موقنة عيني شويتين بس هذه الطريقة اللي كنا نمشي فيها صحبة المناسبة لطلاب الباور ترى ما أذكر في مادة يعني فيها نظري وهاجد ومسأل وهاجد غير أربعمية وثمانة وربعين واللي هي تفرع من أربعمية وثثمانة وربعين ولكن تتخيل يعني المادتين أخواته طبعاً ثلاث مئة وربعين أفترضنا أجباري على الكل يعني فالكل مفترضنا درسها أو علاقة لدرسها ما أدري إذا عندك فكرة عن الشي الجديد هذا design groups وأثرها على مشروع التخرج يعني هل مشروع التخرج الآن مثل مشروع التخرج قبل أو شلون بالضبط طيب مشروع التخرج المفترض لما تغير ولن يتغير بالنسبة لي design groups هذه فكراتها بس أنه بدل ما أول كانت مسارات عندك مسار أكثرانيات وتصالات وباور والطلاب يقسمون أنفسهم بناء على ذا الشي الآن صارت بجموعات أكثر دقة فكل مجال دقيق ما أخذينا مجموعة الطلاب ما أدري بالطبط كيف صاير الصراحة أو كيف تكسيمه بس هذا اللي فهمته يعني والمواد حكت الأربعمية الدكتور يقترحها لك مدري هو يقترحها أو يختارها بس لا أعلم من أن يخترحها لك يقولك منها والله الأفضل أن يتأخذ المادة الفلانية المادة الفلانية المادة الفلانية المادة الفلانية يا المادة يا المعمل يقولك لك يختارك في الشبكات إلى آخره فكان أول إختار كمعدة مادتين بحيث نفتدع من مشروع الآن لا بيصير فيه تركيز أكثر هذه خلفية والنظر اللي عندي وللأ ما لا أشوف شيء إيجابي حكموا أن الدكتور عادت أن يكون عندها خبرة أكثر مطالب وعنده بعد نظر أكثر فيقدر يختار بلي شوفها يعني توجه أفضل وهذه تماما ما قصرت مهندس عبد المحسن إزاك الله خير مهندس فيه سؤال بسيط بالنسبة للمواد 400 الآن بالنسبة للطلاب اللي خنقولنا عما جددين مستوى سادس خامس هل مع الوقت نقول معها إذا خلصوا السابع يبان معهم أغلب مواد 400 والتوجه ولا بيكون فيه توجيه من الكلية بشكل من الشكل لا أشوف توجيه من الكلية ما فيه إلا إذا أنت رحت حاولت تواصل مع المرشد الكاديمي هنا ممكن يكون فيه توجيه بالنسبة لكيف تختار التوجه وكذا ولا يشوف أنا كان معيار من الأساسي 320 للإتصالات 240 للباور و351 التحكم و310 الإلكترونيات هذه الأربع مواد إذا درستها وشفت نفسك معجباتك واحدة منها فهو هذا المجال المناسب لك هذا كان هو نزل معيار الأساسي لك لنا جميعا فاللي أعجباتها مثلا 340 بيعجب الباور لأن أصلا هي تلخص الباور نفس الشيء على البقية تمسارات باختلاف أنها ما تلخص وإنما تعطيك بوابة أو مفتاح للمسار مهندس أسأل بخصوص الإدارة والإتصاد وش الأسهل والله شف فيها خلال السنتين الماضية صار فيها تغييرات كثير المادة نفسها تغيرت شويتين وش الأسهل على وقت يعتقد كانت الإدارة أسهل الآن صارت الاقتصاد أسهل وهي في نهاية حول بعض صراحة يعني ما يفرق كبير مرة بينهم إذا أنت ناوي تنزل صيف فالمادة تعتبر مادة كويسة في الصيف تمام لأنني سألت بعض الطلبة قالوا لي أن الإدارة أسهل من الاقتصاد فمادري يعني كما قلت في بداية اللقاء هي سهولة وصعوبة تعتمد على الطالب نفسه فمن شخص الشخص تفرق مثلا أنا قد أقول لك والله مثلا مادة كس سهلة غير يقولك لا هذه صعبة لكن إذا أنت سألت مجموعة ما هو واحد ومجموعة ما هو مع بعض ما هو نفس القروب يعني عادة الناس تجمع في القروب والغالبية يتفقون في الرأي يعني الغالبية قد تحصل واحد اثنين منهم بها الرأي يعني بس الأصل الغالبية معك فلنوا سألت أكثر من شخص متفرقين وكلهم قالوا لك إدارة أسهل فالأصل اللي ترى أسهل مو العكس صحيح وفي نهاية يعني أنت لا تشيل هم منها والله سهلة ولا صعبة في نهاية كلها مواد عامة وتعدي بس أهم شيء في هذا المواد أنك تختار الدكتور الصحيح لأن للأسف القسم المدني المواد بيبدأك صعوبة بالعكس أحيانا قد تكون مادة سهلة بس الدكاترة عندهم للأسف فيهم عقد شويتين صعبة من بين قسين النفسيات أحيانا وهذا الشيء طرع برضه طلعا لم يدين نفسهم إيش تكون منه يعني كل ما جلست مع واحد منهم قاعد يصولون في الدكاترة لكل قسم مشاكلة هل نشكل موادهم إيش تكون من الدكاترة طب مهندس الحين الإدارة كيف طريقة المذكرة في الإدارة هل يبي لها المذكرة كفي مرة والمشروع وكذا وش النظام يعني والله الإدارة على وقته ما كان فيها مشروع أساساً كان فيها واجبات وكزات أرحى أسبت الدكتور المعيد بالنسبة لي طريقة المذاكرة والله هي ما كانت بالنسبة لي معتمد على السابقة بالإضافة للسلايدات سلايدات في المحاضرة أركز فأفهم معظم الكلام قول الأختبار في 3 أيام كده 4 أيام بالكثير أفتح سلايدات أقراها كلها المسائلة أحلها أحل مسألة مسألتين 3 أو 4 اليوم أحسن أني تمكنت من المجال إذا تمكنت منها خلاص أنتقل الدرس اللي بعده وهكذا اليوم أخلصها بعد أيام أستلم السابقة في اليوم الأخير يعني مثلا خلنا نقول 3 أيام قول الأختبار اليوم هي الأولة أتخلص فيها سلايدات اليوم الثالث أستلم فيه السابقة طبعا من ناحية المشروع ومشروع التخرج أتكلم عادة ثاني إذا أنت تشتلم مع الدكتور أول بول فأيام الاختبارات تقول أنا عندي الأسبوعين ذي اختبارات فيقول لك خلاص بالتوفيق ومعظم دكاتر حبيبين يتساعدون في هذا المجال ومقدرين الطالب زي ما كانوا هم قبل فيعطونك وقت الاختبارات مو بلازد تشتغل مشروع أقصد مشروع المادة لأن المادة ليها مشروع مدري على وقت ما كان فيها مشروع صراحة كانت واجبات فزات ومدات وفاينل هذه الدرجات كلها أما كان في مشروع أو شيء طب والاقتصاد نفس الفكرة طبعا واجبات أو كوزات وأحيانا كلها يعني على سبيل المثال الاقتصاد كان الدرجات المشاركة كلها على الكوزات وطبعا أنا أخذتها صيفي لأمانة وأخذتها عند تورش هاي بس والله ما يحكرني اسم الآن لأن كان يكهر نفس الكوزات للشعب كلها فشعبت أن كانت الشعب الأخيرة فكنا نأخذ الكوزات من قبلنا ونحلها وأول ما ندخل نعب الورقة ونطلع كان نظاما اللي في حصر التمارين أو في محاضرة التمارين تدخل تأخذ الكوز وتمشي فبالنسبة لنا الشعب المتأخرة كانت تقييمة في المارك عندنا لكن المغزى ما كان هذا المغزى كان أنه بس كوزات كانت فالإدارة كان لها في كوزات وفي واجبات بس كلها طبعا كانت مع المعيد لكن الواجبات كانت نظام اللي ورنياها بس يعني حل سواء حلقي غلط بصح بس ورني حليت بس ورني انك اشتغلت صوت الاختبارات كان كيف الإدارة مقاوة بالإقتصاد والله يشوف الاقتصاد انخذتها الصيف لبعد السادس يعني طويل العمر قبل تقريبا ثلاثة وارمع سنوات فمرت تحديف كديم بالنسبة لها الإدارة في وقتي بدأت تتغير شويتين لأن بنوع الجاء وبدأ يلعب شويتين الاختبارات في وقتي كانت سابقة بالنسبة للخيارات ما في المادة أول ما تدخل في خيارات ثم في حل هذا الفاينل المدات كلها مسائلين ما خابضني الفاينل كان سابقة 100% حرفيا تكرار بعدها لا صار يجي اشياء جديدة الترمي اللي بعده بدأ يجيبهم اشياء جديدة الترمي اللي بعده على كلام الشباب ان انقلبت كلها خيارات المسائل والهذه الآن وش اللي صاير ما عندي خلفية صراحة هذه بالنسبة للذورة والله اقتصاد الاقتصاد زي ما قلتك أنا قبل ثلاثة واربع سنين ما اخذها فمرة قديمة تحديثي لكن كلها كانت مساء الحل وكلها يعني إذا انت ذكرت سابقة كفاية بتقدر تحلها بطريقة كويسة وطريقة اللعب أو التركات اللي كانت فيها تركات في السؤال نفسه يعني في سياقة السؤال هذا اللي هذا اللي يحضرني الآن لما أنا تمام ومغنس هل في واحد يعني متخصص التصالات متخصص هلأ عارف حد متخرج مثلا تصالوا فيه أسألة عن التصالات مواد معينة مثلا واحد ممكن يسأل فيها والله يشف كمعلومات أساسية أنا سأل في جميع التخصصات وحاطة في الموضوع كمعلومات دقيقة الأفضل نكتسل خريج التصالات والأفضل من ذلك نكتسل الخريج في توام تخرج أو تويئة المعدية بحيث نيعطيك معلومة طازجة لأن في خلال السنة الماضية أو السنتين الماضية صار فيه دكاتر واجه جدا في مواد تغيرت دكاترتها ف المحتوى قد يكون تغير شويتين لأن من دكتور لدكتور يمسك يعني مثال المادة أبول على أول ما أمسكها المنهج كلها ينقض 180 درجة المادة تغيرت ف وحيانا أنت كثيرت زي ماهي ف مالاش أدري سؤال شاطر بس كم دفعتك يا كابتن 4-3-8 4-3-8 إذا الأفضل نكتسل في جروب 4-3-7 أو 4-3-6 والأفضل 7 بأن أقدم منك الدفعة في معناها أن بيكون حولك ماهي بتخرجه وخلاص لا لسا معك عندك جروب 4-7 خلاص كويس أسأل في جروب وإن شاء الله بيقدني واحد أحد قلهم بس أبي شسمونه يطلح سؤالك على طول مباشرة أو قل لنك تبهي واحد خريجة صلاة لكي تسألها في المجاة في المواد وما رح يقصر أحد معك وهذه ملاحظة للكل إذا عندك أي استفسار لأي أحد في الحياة مهنسين الكهرباء دائما الناس حبايب دائما الناس عسل دائما الناس تحب الخير وتساعد طبعا لكل دائما شواذ يعني بس الشواذ برق اللي عندنا والله الحمد لله ما ذكرنا إدخلت على أحد بالعام أو بالخاص وقال لا ولا ذكرنا أحد قال لي ندخل على أحد وقال لا طبعا هذا مو بحصرة في الجروبات فتويتعرف وغيرها من الماكن الثانية إذا أنت بالفائدة صدقني لكل بيدعمك بلتوفيق إذا في سطرات ثانية أحياك الله الله يكزي خير ما قصرت مهنس لا أبد ما سوى أنا شي أي سيئة ثانية يا شباب ما قصرت مهنس بيظل أوجه أوجهكم ألو ألو عندنا استفسار بصيرة غالية تفضل الحين اللي يتوها مقبل على مستوى خامس توه داخل التخصص هل فيه من نصائح أي شي يستفيد بناء والله طبعا ما فيه استثناءات يعني النصائح موجه للكل بالنسبة لي المجال هل أنت مختارة بناء على رغبة بناء على هاب باجت بناء على بناء على خلال السنة خلال سنتين الجاية عشان بعدها رما تختار المسار تكون مختارة بناء على توجه معين تبيه خلال ذا الفترة هذه تقدر تجرب تدرب في الصيف مثلا بحيث بحيث أنه تشوف هل المجال أصلا ينفع لك ولا تدق راوس من بداية بحيث أنه فيه ناس يدخلوا المجال يكتشفون أنه المجال مم مجال هم طبعا كلما اكشفت الموضوع أبكر كلما صارت راوس أسهل وأحسن يعني طبعا هذا شي مو بشرط ما يصير بس كلما حاولت الناس بعد التخرج قرروا يمسكن مسار ثاني هذا الشي مو بأنه سيء ولا ندم ولا شيء بس أنه خلنا نقول كان عايق شويتين قدام في الطريق سواء عايق من ناحية أن نزود عدة سنوات دراسة أو من ناحية أنه صعب عليهم فرص العمل طبعا هذا الشي ما أقول عشان أحفظك بس أقول عشان مدام مكتوبك داخل فشف هل المجال أصلا ناسبك أو لا إذا ناسبك كمل وإذا تقول والله أنا ما نداري هو ناسب أو لا كمل دخلت ومشيت فأمش وأثناء المشيت حسست الطريق إذا حسيت أن الطريق سليم توقع على الله حسيت أنه في لا طريق مش صح أسهل ريو سيوح والحياة جميلة يعني فهذه بكل هذه نصيحة رقم واحد اللي يعطي إياها اللي هي مع الوقت حاول تشوف وش أن توجهك هل أنت فعلا يناسبك الكهرب ولا لا هذه تقدر تشوف عن طريق البحث تقدر تشوف عن طريق وش ميوالك لشان الأشياء التي تطلح فوق تفراغك الأشياء التي تحب تقرع عنها تقدر تشتر بوظائف جزئية تكلم وشرط هذا تقدر تحضر ملتقيات ولا شي أو مؤتمرات عفوا تقدر تشوف بريتيوب أو بغيرة حتى فإذا والله شفت أن متوجه في الكهرب فلا اذهب من أن إن شاء الله مستقبل وهمه بهر قدام إذا حسنت أنك لا والله ما مو مناسب لك أصلا بتات البت طبعا للأمانة نسبة كبيرة من الشعب أول ما يعدون المستوى الخامس وينصدوهم في المواد الثقيل اللي فيه طبعا هذا الأخطة قديمة طبعا كان نسبة لا بأس منها يحول المستوى الثانية لأمانة فهذا لا يعني المستوى الخامس الثقيل أو صعب أو مستحيل بس فيه شوية سامح وفينا أسوار يكتشفون لا والله دخل المسار مو مناسب وفينا أسوار حتى من قبل ما يدخلون ذكر واحد من الشباب كان معنا وقدم كهرب ونقبل مدني في الرغبة الثانية أو الثالثة وكتشفنا لا والله فعلا أنا مناسب لي المدني مرتاح فيه وكام ما لتخرج ماذا يمكن إجابة ما كانت الإجابة المثالية والإجابة الكويسة لكن هذا اللي حاليا يحطرني ما قصرتم هل سياتي كل هذا الله عافيك إننا في 4-3-8 الآن نختلف عنكم أن الشرط لأن تنزيل المشروع 829 ساعة بالإضافة إلى مواد ما قبل المستوى السابع المستوى السابع فمادون 129 أو 128 لا نحن 129 فرق ساعة يعني فرق ساعة طيب طيب إذا الآن دخلت في المستوى التاسع وفي مادة من المستوى السابع فمادون تكتب تعهد على كثير من الطلاب طيب إذا صارت مادتين عادي برضو نرسل شي ننزلها بشارة ما تحدفها 6 ساعات ننزلها مع المشروع أنت تقول مادتين صح إيه مادتين 6 بس هل أقدر أقول لهم يعني 3 في التاسع 3 في العاشر أو لابد 6 كلها في نفسها ماريش ماريش ماريك عندك مادتين مادتين من قبل السابع إيه مادتين من السابع فمادون صحيح إيه ليه 3 ساعات فساعة صار 6 ساعات 106 ها عم 154 إيه مو منه مو من مشكلة تنزلها وتكتب تعهد منك ما تحدفها إيه بس أنا أسأل أقول هل أقدر أنزل واحدة في التاسع واحدة في العاشر أو لابد الاثنين في المستوى التاسع آآ لا لا أبدأ الاثنين في المستوى التاسع إلا إذا توصلت الاتفاق مع المسجل وقررني واحد شي ثاني بس الأصل لا الأصل نكنزلنا كلهن وياك طعا لما أنا أدخل عندي وقت صرات العشاء وبدأ يصلون الآن فأمستقبل آخر سؤال سؤال سريع مهندس إذا ممكن بالنسبة للتوظيف وبالنسبة للتخصص الدقيق وكذا ما خنقول مدى سهولة أو صعوبة أن الواحد مثلا خنقول أنه مثلا كان أغلب مواد باور بس يوم دخل في الباور حب أن يغير نتكلم كأول وظيفة مثلا أو بعد سنة مثلا من العمل هل هو صعب ولا عادي يعني الوضع حبي خلينا نقول في التخصصات الكهرباء يعني يعني حق باور ممكن يشتغل صلاة نوعا ما ولحسب ذا بس الأصل الوضع حبي وعرف ناس واجد كانوا متوظفين كانوا قوة وصاروا تصلاة والعكس صحيح عرف ناس واجد برضو صاروا موواجد في الباور ثانية ثلاثة يعني بس أن كانوا تصلاة ودخلوا بضايف باور والعكس ما قسمتها انكترونيات دخل تصلاة ولا باور بس توقع عادي جائز جدا لأن أصل في الحرق الوصل بيننا بينهم هذه هي بكل البساطة وهذه النقطة اللي نبهت عليها مبداية أن ترى يكتب في النهاية أم هنسك أهرب ما رح حديد يسألك بالضبط وشو لأن في نهاية سنة واحدة العكس الجامعة الثانية تصير من السنة ثالثة أو آخر ثانس سنوعة عفوا في المسار حقك بالإضافة لأن كم دورة على كم مقطع يوتيوب بيشرحك المسارب ثاني فالوضع سهلات ممتاز ممتاز ما قسرت يا ويعطيك العافية عفواكم الله شكرا جزيلا وأي أحد محتاج لإستبصارات إضافية موجود رقمي برواتساب موجود وإذا أحد يبعلق شيء عن الموقع الموقع برضو موجود في قسم الاقتراحات الشكاوى إذا أحد عنده أي اقتراحي بيضيفه أي شيء يودحاب يشوفه مستقبلا يكتب لي فيه شكرا جزيلا لإنصاتكم في أمان الله شكرا الله الخير المانس شكرا